السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد إذا يبقى يا جماعة يا رب تكونوا بصيروا في أفضل حال نهاردة إن شاء الله جايلكوا فيديو جديد ووصفة جديدة هنعملها على الأكل النهاردة بإذن الله وعلى المية يعني الوصفة بتاعتنا هتبقى على المية وعلى الأكل إن شاء الله لأنها بإذن الله هتبقى وصفة تسمين رفع مناعة هتبقى بتعالج كل المشاكل التنفسية والمعوية وكل الحاجات دي بإذن الله فإحنا إن شاء الله عملنا الحاجات ديوكلاتها وهنحطك بإذن الله فقلبه وصفة في نفس الوقت إن هي بتسمين معاك الفرح بتخلي الفرحة ما شاء الله كويس جداً وشايل وزن كويس لو أنتو حتى ملاحظين إن نهاردة ما شاء الله الفراخ يمكن الحجم بتاعها متغير عن الحلقة اللي فاتح يعني دي اللي يمكن يعني لو الناس فعلاً ملاحظة هتلاقي فعلاً في فاتح لأن الفرحة ما شاء الله ابتدى إن هو بقى خلاص يشيل لحق فالفترة دي يا جماعة ده فترة التسمين يلا كده يا جماعة بقى نسمي لا ونضغط لاك للفيديو عايزة كل حباب اللي بشوف الفيديو ضغطوا لاك للفيديو وتعالوا يلا نشوف الوصف بتاعتنا وياريت يا جماعة اللي لسة بشوف قناتي ياريت يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس عشان إن شاء الله يبصلوا مني كل جديد يلا كده يا جماعة نخش الفيديو بتاعنا النهاردة وهنشوف ايه هنعمل في النهاردة الناس دايما الياه بتسأل طب يومو شايماء نغاير الفرشة باعتق بي يعني بتاعتنا كل عدة ايه هتشوف قدام كل الفرشة يا جماعة دلوقتي الفرشة بتاعتنا ديت محتاج إن هي تتغير أنا ماردتش اغيرها إلا ما وارهالك برضه عشان الناس الياه بتقولي طب اغير كل عدة ايه أو ما تبقى عاملة ازاي أنا يا جماعة قلت لكم يعني لو الفرشة بتاعتهم آآ مفرولة كده ونشفة خلاص سيبوهم عادي لو الفرشة زي ما انتو شايفينها بقى كده يعني مش ما هياش اول حاجة بس انتو طبعا عارفين إن الجو حار وممكن الريحة تطلع عن عينيهم وتتعب عينيهم وتعمل مشاكل لهم لان دفع ريحة امونيا وريحة الامونيا دي جماعة بتبقى يعني صعبة شوية بتبقى عاملة زي ريحة المشادر كده زي ما انتو شايفينها كده دلوقتي انا هبدأ انضفها بس ان شاء الله بعد ما اخلص معاكم الفيديو فانا سبتها مخصوص مرضتش انضف قبل ما يعني قبل ما ابدأ معاكم الفيديو عنشان الناس اللي هي بتقول لي انضف ازاي او كل قد ايه انا ما بحسبش يا جماعة كل قد ايه انا كل ما بلاقيها زي ما انتو شايفينها قدامكم كده بقوم شايلها وعمل طبقة جديدة لو هي مفرولة كده لسه ونشفة بقوم بكب عليها ايه يعني يفرش عليها شوية نشارة علي السينيات بقى نشفة انما دلوقتي كده جماعة طالما هي خلاص لازقت كده في الارضية يبقى المفروض ان هي تتشايل تمام؟ اه يعني اني سايبة للشباك مفتاحة هوت علشان هي لو كانت لو كانت الدنيا مكتمة بعضيه كانت ممكن الريحة ديت مع صعد الفراخ كانت ممكن تتعبوه فانا ان شاء الله بعد ما اخلص معاكم الفيديو هقوم شايلة منظفة ده خالص وبعد كده هتحطولهم فرشة نضيفة طول ما الفلخ ماشي كويس وطاقته نضيف والتهوية تحت مزوطة عمر الفلخ مهيت عزل عاك ولا هيجلوكسيديا ولا اسهالات ولا الكلام ده كله ممكن انت لو ملاحظين كمان طول النهار انا طفية اللمبة يعني ما بقى دهاش كده الا المغرب لان طبعا الجوا بقى حلو وماشاء الله بقى كويس دلوقتي مش محتاج ان انا بقى اقافل عليهم انا النهاردة يا جماعة متعامل ان انا اقول لكم الكلام دوت علشان في ناس كتير بتشتكي ان الفراخ عندها بتموت فجأة فعلشان كده هو كده كده اساسا يعني اعتبر في فيروس في الجو يعني يمكن منتشر عنده معظم الناس وفعلا الناس كتير طيورها ماتت فانتو خلي بلكم ما تخلوش دايما التهوية مباشرة عليهم يعني لو انت فتح الباب كده في اللي بس نص قفلة ودايما خلي التهوية تبقى يعني زي ما انتو شايفين كده عندي مش مخاليها مباشرة التهوية جماعة من فوقها هي فعلشان الهوى دي تطبعا بيبقى مليا من آآ فيروس مليا المقربات الحاجات دو كلتك فعلى طول دايما انطهار المكان رش شوية الجير تحتهم خد بالك من حاجات ديت آآ دايما يا جماعة يعني طوم البصل ولامون دوت ما اتقطعش من عندنا لان هو ده يعتبر مدد سمو بدل ما اقول لك اشتري مدد سمو من عند البطري احنا يعتبر كده بنعمله على ادنا واحسن كمان من اللي انت يجيبون عند البطري شوية خلي في الميا دايما باستمرار ممكن تريح يوم او يوم بس في الاسبوع بس دايما باستمرار حط خلي في المياه الخلي ده يا جماعة ده مدد سموم وبحمل فرخ معاك خل آآ عصرة لمونة الحاجات دو كلتك عندك خلي طفاح ده هيكون احسن مؤقتة فاحنا النهاردة يا جماعة عمللوك خلط التسمين كويسة جدا جدا كنتوا طبعا متعودين معي ان انا بعملها بالخميرة بس انا النهاردة اتعملت بالزاد ان انا ما عملاش بالخميرة هعملها وصفة قبل كده لان ان شاء الله هعمل الوصف ده مرتين في الاسبوع اول مرة اللي هي هتبقى النهاردة دية ده انا هعملها لكم بكركم تاني مرة ان شاء الله ده هتبقى بالخميرة تمام ده احسن واسلم حل علشان الفرح تبقى صحتها كويسة معك وتسامن معك الفرح في نفس الوقت فتعالوا بقى نشوف احنا عملناه ازاي حطوا لايك يا جماعة لسه ما عملش لايك ويلا بينا نشوف وصفتنا ودلوقت يا جماعة هنجهز الوصفة بتاعكم وصفتنا النهاردة هتبقى وصفة تسمين ورفع مناعة النوبل اللي فاتت عملتها لكم بالخميرة ان شاء الله النهاردة هنعملها بالكركم الكركم ده يا جماعة ده كويس جدا وقبل كده قلتلكم ان هو يعتبر صيد ضغية كاملة فهكل حاجة وبيعالج كل حاجة تمام فمبدئيا كده انا معي علبة الزبادي اهيد فان شاء الله اللي انا قلتلك لقي ان في الوقت ده احنا عايزين حاجة تسمين الفراخ معاني ده هنحط العلبة كلتها لان انا هحط منها على المية وعلى الاكل لو عندك لبر ريب ومش عايزة تجيب زبادة ينفع برضو يمشي باكويس جدا ده كده اهيد معي برضو معلقة كركم معلقة برضو كبيرة كده ومعي العصر لصمر حطوا برضو كده معلقة كبيرة عصر لصمر بس عشان هو اكن في التلاجة ده كده جماعة معلقة عصر لصمر هي هحط معلقة كمان صغيرة عشان كتر ولا حاجة لان الوصفة ده جماعة داتا نحط منها على الاكل وعلى المية فانا بعمل معلقة الشاي دلوقتي لو انت عندك معلقة اكل كبيرة نعمل بها معلقة واحدة وخلاص اه هدو بقى كل الخلط دوت اللي احنا عمنا ده هو ده جماعة خلطة بسمين ما شاء الله كويسة جدا من الاخر هقولوكو على الحاجة برضو عايزاكو تعملها يعني مرة بالشكل اللي احنا عمنا دوت ومرة بالخميرة يعني بدل الكركم ممكن تعمل خميرة اعمل مرة كده ومرة كده على اساس ان انت بتعملينهم مضاد دحية ورفع مناعة وخلط التسمين كل ده جماعة في نفس الخلطة اللي احنا عمناها ده فبالوقت كده جازت معي بنقلبها كويس جدا كده خلاص الوصفة جازت معي تعالوا بقى نعملها للفراخ ونشوف الوقت بنعملها مع بعض ازاي وده جماعة الوصفة بتاعتنا هيت بعد ما عمناها زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده كان اول مرة تشوفها معي وانا عملاها بالكركم تعالوا بقى نحط بقى على الاكل الاول عشان نحطه نمياكو وده جماعة هيت حطت نص الوصفة على العلب زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده وهبدأ برضو اننا اقلبها انا عزان سرولي مش عايزة يلقى الوصفة تبقى اكثر ولا حاجة على العلب انا عايزات تبقى انفل كله كده لكنك مش حط عليها حاجة حاجات منك كتير ممكن تزاود انت العلب زي ما انتم شايفين كده شايفين العلب عمل ازاي؟ من فلفل ولا اكني حطت على حاجة ده بقى يا جماعة ده النص الباقي انا عملته بالمية هوت علشان اعرف انزله على مية الطيور ودلوقتي يا جماعة حطنا المية هيت والفراخ ما شاء الله بدأت تشرب وبدأت تاكل برضو من العلب اللي حطناه ده يا جماعة احسن واقوى خلط التسمين احنا ممكن نعمل ده اول مرة هنعملها لكم دلوقتي تاني مرة ان شاء الله هنفوت يومين كمان ونعمل تانية ايه؟ تاني مرة اللي هي بتاعة الخميرة ودايما على طول يا جماعة باستمرار ما تنسوش الخميرة اليوم اللي انا ما تصورش فيه خطو فيه خميرة على اقل ما تفوتش اعملها يومين اتنام في الأسبوع الخميرة دي هتخلى عندك احجام واوزان احسن من اللي عنده كمان تمام في ان شاء الله بعد كده الواق يعني على الوصفة الجيه ان شاء الله على ما نحط الخميرة في قلب العلب بعد كده بازني اللي هتبقى الجماعة فقلب الميا لماذا لدوش هنحط لطيها على العلب بقى ولا حاجة لان في الميا هتفيدهم اكسر من من احنا نحطوهم على العلب الاكل قدامهم واحد وحسيبهم ان شاء الله طول النهار قدامهم يمكن نهاردة لاني نسيت ان انا احش من قدامهم الاكل لان طبعا يعني رمضان كريم بقى آآ طبخ بقى في المطبخ طول النار وكده. فانا يا دوبر جيت هصور لكم كده. وما نسيت خلص ان انا حشلهم الاكل قدامهم. لان كل يوم ببقى شيفلهم لهم ساعة كده. فعندما باجع لفهم تبصت لقوم مجبرين على الاكل اكتر. على الاكل اكتر. فاحنا ان شاء الله هنسيب لهم بقى الاكل والمية يشربهم منه. آآ الوقت يا جماعة الفراخ ما شاء الله كل يوم آآ بشكل. فانت يعني اللي عليك ان انت على طول دايما بستمرار الوصفات دية دايما ما تسيبهاش. حتى لو كنت انت في الاول بتقللي من الوصفات. دلوقتي على طول دايما تكتر من الوصفات. تمام? فبازن الله برضو استنيونا بكرة في الفيديو الجاي. هعملوك خلطة كويسة جدا. هتبقى برضو للتسمين. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ولسه ما عملش لك الفيديو يا جماعة يضغطيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة